أنا لا أستطيع النوم من هذا الصوت ولا أنا ولا الشارع كله فكيف ينام هو؟ لا أريد أن أعرف سأتصل بالشرطة صبرا يا أمي إنه جارنا لا تقل لي صبرا لقد نفد صبري يجب أن نتحل بالصبر على الأذى حتى ندخل الجنة بغير حساب من قال لك ذلك؟ الإمام البخاري أيضا؟ عندي واجبات مدرسية كثيرة هذا كثير كثير جدا لا أستطيع عمل الواجب أنت أيها لا 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 بد أنا تحلى بالصبر الصبر على الأذى الصبر على الأذى هل تستطيع المذاكرة؟ رغم هذا الإزعاج؟ الإمام البخاري لماذا تسكت على كل ذلك؟ ألم تنصحني بالصبر على الأذى؟ بلى نصحتك ألم تقل لي صبرا جميلا؟ الصبر الجميل هو الصبر الإيجابي أن تحاول حل المشكلة وتصبر حتى يتم الحل وكيف أحل مشكلة كهذه؟ أكثر من ساعة ونحن واقفان هكذا صبرا يا أمي سينضم إلينا سكان آخرون أين هم؟ لقد نام الشارع كله كيف ينامون وسط هذا الضجيج؟ ما هذا؟ يبدو أنني لست وحدي المعترض على صوت الإنذار أخيرا تحرك واحد من السكان يا سيد محمود ألا ترى أن الشارع كله يقف أمام سيارتك؟ افعل شيئا يا رجل الحمد لله انتهى الكهربائي من إصلاح جهاز الإنذار هل أنت واثق من ذلك؟ يمكنك أن تجربه بنفسك عمر ادخل السيارة وأغلق الباب حاضر يا أمي انظروا رغم صوت الباب لم يعمل جهاز الإنذار ربما لم يكن الصوت قوي سأضرب الباب من الخارج لم يعمل الإنذار ألم أقول لكم لقد أصلحته من أجلكم جميعا الحمد لله حلت المشكلة صحيح حلت بالصبر الجميل نعم الصبر الإيجابي رائع أصبحت تجيد التعامل مع التاب نعم لم أكن أعرف أن موقعي على الإنترنت بهذه الضخامة قلت لك إنك شخصية مهمة ويرى العلماء أن كتابك صحيح البخاري أهم مصدر للأحاديث النبوية الصحيحة لحظة ليست كل المعلومات المكتوبة عنها صحيحة يمكنك أن تصحيحها بنفسك طبعاً هي فرصة كبيرة وبما ستبدأ؟ سأبدأ بمعلومة يجهلها الكثيرون كيف عاد لي بصري وأنا طفل صغير تفضل يا شيخ عبد الله هذه هدية بسيطة مقابل ما تعلمه لابن محمد ابنك موهبة فذة لديه سرعة حفظ للقرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة مذهلة قلبي يتمزق عليه بعد أن كف بصره عليك بالدعاء فهو يرد القضاء ويفتح أبواب السماء شهور طويلة وأنا أدعو ولم يستجب لي يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم أو قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث إما أن يعجل له دعوته في الدنيا أو يدخرها له في الآخرة أو يصرف عنه من السوء مثلها ما لم يعجل وما معنى يعجل؟ يقول دعوت ولم يستجب لي إذن أكثر من الدعاء الله أكثر قل لي يا شيخ ما هي أفضل الأوقات للدعاء؟ بعد كل طاعة وعند نزول المطر وبين الصلاة والإقامة وعند المرض والدعاء في جوف الليل حين ينزل الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ يا حبيب يا الله يا رب يا حنان يا منان يا بر يا تواب يا ذا الجلال والإكرام يا لطيف يا شافي يا رحيم يا رحمن اللهم اشفي ابني محمد ورد إليه بصره يا رب اللهم اشفيه شفاء سريعا لا يغادر سقما اللهم الطف به وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم ضعفه وصغر سنه وأعد إليه نور عينه ليرى الكون كما أنرته بنورك الكريم أهلا يا أم حسان تفضلي الوقت متأخر وجئتك لأعتذر لك لن أستطيع تزديد الدين اليوم كما اتفقنا ها؟ والله ليس معي إلا ما أطعم به أولادي انتظريني حتى نهاية الشهر وكيف ستأتين بالمال؟ ربما استطعت أن أقترد مالا من أهل زوجي المتوفي أتستدينين لتسددي ديني عندك؟ ليس لدي حل آخر لا يا أم حسان لن أنتظر حتى نهاية الشهر ماذا؟ لن أنتظر هذا الدين بعد اليوم اعتبريه هدية مني لأولادك الصغار يا لك من امرأة كريمة بارك الله فيك وشفى ابنك إن شاء الله يا رب لا أعرف كيف صبرت على هذا الدين كل هذا الوقت يا بني ألم تسمع قول الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميصرة؟ ولكنك تنازلت عن الدين كله في النهاية ألم تسمع تكملة الآية؟ وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم ولكننا في حاجة إلى هذا المال يا أمي وفي حاجة إلى فعل خير يقربنا إلى الله فيستجيب دعاءنا ويشفي أخاك محمدا ويرد إليه بصرة